وارجع تاني للنقطة صفر كنا كلمنا عنها قبل كده كتير لامو على محمد صلاح لما اصيب في المباراة غانا وقال لك كان ممكن يكمل وقال لك انه بيمثل وقال لك انه ساب المعسكر ومشي وقال لك انه اصابته خفيفة كان ممكن يكمل اما محمد صلاح بعد اسبوع تقريبا من نهاية كاس لهم الافريقية بدأ يلعب مطش بدأ يلعب جزء كمان مش المطش من اوله فالموضوع تلعب كله يعني ايه كان فيه ناس بتصدر كلام سلبي وخاطئ محمد صلاح كشف الكل باداءه النهاردة وانه لعب بعد كاس لهم الافريقية ما خلصت من بدر بالمناسبة كمان لو الراجل محمد صلاح ده النهاردة انا ببص على الارقام يعني محمد صلاح فرق هدف واحد ما بينه وبين هلن على صدارة الهدفين لو الراجل ده مش همه منتخب مصر وهمه نفسه وهمه الارقام الفردية مش هيغيب شهر عن الدولة الانجليزية الله يعتذر عن المنتخب يدعي الاصابة قبل ما البطولة تبدأ يعمل اي فيلم من الافلام كنا منشوفها من محترفين زمان مش كلهم طبعا واحد ولا اتنين نشوف كصص بقا لكن هو الراجل عايز منتخب مصر وهمه منتخب مصر لو كان يبص على الارقام الفردية لو كان موجود هو الشهر اللي فده كله في الدولة الانجليزية كان زمانه اللي هدف الدولة الانجليزية مرتاح يعني بس ماشي